بيبدأ فيلم النهاردة مع واحد اسمه سوي وكان في الوقت ده نازل في مجموعة من البلتجية طحن على اخره وكان عمال يوقع فيهم واحد وراء الثاني واستمر القتال بينهم وقت طويل جدا وما كانش حد من كل الموجودين قادر يعمل له اي حاجة حتى لما واحد منهم رمع على وش المخدرات وبعدها مسكوا لعسيوان وهاجموا عليه كلهم قلع هدومه في ثواني وبدأ يصد كل ضرباتهم وقدر بعد شوية انه يخلص عليهم كلهم طيب ايه اللي حصل ولا دمين ولا ايه الحكاية هنعرف كمان شوية بنروح دلوقتي للزعيم بلاكي وكان بيبلغ المساعدين بتوقه بإحداثيات مكان معين في البحر فبيطلعوا يبلغوا الصيادين بالمكان وعلى طول بيرموا الشبك بتاعهم وبيسحبوه وكان الشبك مليان بكمية سمك كبيرة بس كان فيه سندقين مليانين بسبايك الدهب بعدها بنشوف واحد اسمه تشين وكان بيقول لشينج ان الدكتور بتاعه امر انه يوقف يطلع البحر بسبب حالة قلبه المريض فمن دلوقتي هب ببلغك الاحداثيات بالتليفون وطلب منه يعتني بابنه طول ما هو مش موجود بنشوف بعدها شرطي اسمه تاك وكان في الوقت ده بيلعب امار وكسب مبلغ كبير جدا اما صاي فبنعرف انه محقق شرطة في الاساس بس اتقبض عليه بتهمة القتل الغير متعمد لزميله الشرطي بتعدي ست شهور وبيخرج صاي من السجن بعد ما تم التبرئته وده لعدم كفاية الادلة وبعد شوية بتوصل بنت لصاي وكانت في الاساس بنت واحد من اللي قتلهم في اخر مطاردة والبنت بتسأله لو كان ولية امرها حاليا لانه قتل ابوها فعرف ان ابوها كان مجرم وبسبب مكومته واقع من الشباك ومات بس اي قالت له ان هي اساسا ما كانتش بتحبه بسبب السكة الغلط اللي كان ماشي فيها فصاي قال لها انا مليش في الكلام ده كده كده انتكملتي 18 سنة والوصاية بتاعتي سقطت من عليكي وهبعتلك مصاريفك على حسابك كل اول شهر في الوقت ده بيوصل تليفون لصاي وبيعرف منه ان فيه شحنة مهربة هتوصل لقرية ماوان ولازم يروح ويتحقق في الامر وبعد شوية بيوصل تاك لرئيس الشرطة واول ما شافه قال له انا بستقيل قال له طيب انا عملتك بطريقة مش كويسة قال له لا انت حارف انه طول عمري عاوز اعيش في اوروبا في الوقت ده بيدخل عليهم صاي وقال لتاك تعال معي بسرعة فيه مهمة ضروري لازم نطلعها مع بعض فتاك قال له ان هو استقال قال له استقلت امتى قال له دلوقتي فساي قال له يبا انت لسه شرطي لحد منتصف الليل يلا بينا نمشي حالا بعد شوية بنشوف الصيادين في المركب بتاعت شينج وهم بيحطوا الدهب في سنديق السمك وبيحطوا عليها تلج وبيقفلوها كويس بس واحد بيروح لشينج وقال له ان فيه شرطة على الرصيف فلازم نتحرك على قرية ماوان فبيغير شينج مصار المركب وبيبتدي يتوجه للقرية بعد شوية كان ساي وشينج وصلوا للقرية هما كمان وفي نفس الوقت كانت المركب وصلت والرجالة كانوا بينزلوا سنديق السمك اللي كانت مليانة بالذهب بعدها لونج بيقول لشينج فاكر لما وقعنا في البحر زمان الراجل العجوز انقاذني انا وسابك انت تغرق بس تقريبا كان عارف انك هتقدر تنقذ نفسك فشينج قال له هو الراجل العجوز كان عاوزنا موت في الوقت ده بتوصل رجالة كتير جدا تابع لونج وبتحاوط شينج من كل مكان بس شينج قال له انت متأكد ان يدور رجالتك الرجالة بتاعتك كلها انا قتلتها فنفس الوقت كان ساي وشينج وهم بيدوروا في القرية اتفاجئوا بمجموعة كبيرة من الناس اللي كانت مقتولة وكانوا متعلقين في الشجر اللي هم اساسا رجالة لونج اما شينج فكان ضرب لونج وكان بيحضر السلاح بتاعه علشان يقتله بعد ما قتل كل رجالته بس بيوصل ساي و تاك في الوقت المناسب فبينتهز لونج الفرصة وبيهرب بسرعة من المكان اما ساي فبيهجم على كل اللي موجودين اللي كان عددهم كبير جدا وبيدخل كمان معاه تاك وبتقوم معركة قوية جدا بينهم بس شينج الجبان لما بيشوف كده بياخد بعضه وبيهرب بسرعة من المكان اما ساي و تاك فبيدخلوا في معركة قوية جدا مع كل افراد العصابة اللي موجودة وبيبن قدقيه ان الاتنين دول مقاتلين محترفين جدا وكانوا بيقتلوهم بكل قوة في الوقت ده بيطلع ساي بسرعة ورا شينج علشان يمسكو بس بيطلع وراه مجموعة كبيرة جدا من الصيادين وكانوا بيحاولوا يخلصوا عليه باي طريقة بس ساي كان من اقوى الزباط في المدينة ومش من السهل ابدا انهم يخلصوا عليه بسهولة وتحت كانتاك ماسك المجموعة التانية ونازل فيهم ضربهما كمان وكان عمال يوقع فيهم واحد ورا التاني ومحدش منهم فقت قليل قدر ساي وتاك انهم يخلصوا على كل اللي موجودين في المكان وساي كان حدف اخر راجل منهم نازل على صندوق السمك تكسروا هم الاثنين ولما بينزل بيشوف الدهب اللي كانوا مهربين وجوه السنديق بس بيقول لتاك ان دول من غير علامة اكيد كده كانوا هيشتغلوا تبع السوق السودة فتاك قاله بما ان حظر بكوارب شغال اليومين دول فلازم نشوف الجماعة علشان ممكن يكونوا عارفين حاجة تاني يوم بيوصل فضل ساي وتاك للمينة وكانوا بيجروا ورا واحد من اللي شغالين مع شنج وفضل ساي وتاك يطردوا المدة طويلة جدا ده حد ما قادر الراجل بعد شوية انه يزوغ منهم واخد لنش صغير وهرب بسرعة بس ساي نط وراه فوق اللنش ومسك دماغه فضل يغرقها في المياه كتير جدا وبعدها سألوا عن مين اللي بيهرب الدهب فقال له كل اللي عرفه ان توكم شوي هو اللي دايما بيطلع البحر بالليل في نفس الوقت كان لونج اخد مركب ورايح لرايس العمال اللي شغال معاه بس اول مقرب منه المركب بتاعته انفجرت ووقع في المياه فالرايس امر اللي معاه ينزل بسرعة ينقذه بس اتضح ان شنج وصل لعندهم وهو اللي عمل كده وكمان ضرب رايس العمال في رجله وامر اللي معاه انه يخلص على لونج طبعا رايس العمال كان خايف جدا لانه بيتضح ان لونج ابنه وتعصب على الشاب اللي معاه وحذره ان يعمله اي حاجة بس شنج راح كاتف رايس العمال وخنقه من رقابته وامر الشاب انه يسمع كلامه فاضطر الشاب انه يقتل لونج قدام ابوه وبو ما كانش مصدق اللي بيحصل في ابنه قدام عينه بس شنج قاله انا عارف انك كنت بتحب ابنك بس ما كانش المفروض تطلب منه يقتلني وبعد شوية بعد ما شنج قام معاه بالواجب سأله على مكان جهاز الارسال اللي بيتواصل بيه مع الزعيم بس الراجل قاله على جستي فشنج قام جاب شوية ملح وفضل يعذب في الراجل وقاله انا بس عاوز اتعامل مع الزعيم بلاكي في الوقت ده كان ساي واصل مع الراجل للمكان اللي فيه المركب وشنج اول ما شافه اختفى فورا من المكان وصاي بيتصدم لما بيشوف لونج مقتول وبوه قاطع النفس على طول بيوده ابو لونج للمستشفى وصاي فضل يسأله كتير عن مين مسؤول عن تهريب الدهب بس الراجل مرضاش يتكلم فقاله طيب ابنك نزف كتير جدا يبقى اكيد كان حاسس بقلم شديد جدا وفضل يتعذب لحد ما مات وعلى الرغم ان الراجل كان زعلان جدا على ابنه بس برده ما كانش رادي يتكلم حتى لما ساي كان متعصب عليه الراجل رفض الكلام بس في الوقت ده بيدخل رئيس الشرطة وامر ساي انه يخرج بس قبل ما يطلع قال الراجل انا ممكن اساعدك انك تقبض على العمل كده بس رئيس الشرطة بيتعصب عليه وبيطلعه من القوضة ولما بيجي الليل ساي بياخد شوات مشاريب كده وبيروح لصاحبه تك بس التاني مرضاش يدخله قال له عندي ديوف قال له عم دخلني نشرب شوية وهامشي قال له لا بس عمتا عاوز اقولك ان مسافر اوروبا بكرة الصبح فساي استغرب وقال له طب والقضية قال له للأسف سلمت الشرى بتاعتي فانا مش هقدر اساعدك من دلوقتي طبعا ساي بيتدايق ان صاحبه هيسيبه ويمشي بس في الاخر مش هيقدر يمنعه وادى له شوية المشاريب وقال له خلي بالك على نفسك وسابه ومشى بس وهو ماشي بيجي لي تليفون من محامد شين اللي هو في المستشفى وقال له موكلي هيبقى في جناح الحجز الساعة 4 الصبح وفعلا بعد شوية لما جات الساعة 4 شين رن الجرس وطلب من الزابط يودي الحمام واول ما وداه وخرج ساي رحله وشين قال له الراجل اللي بتدور عليه هو شينج وبيتجمع هو ورجالته كل يوم الظهرة علشان يسلموا الفلوس اللي بيلموها من الناس على طول بينزل صاي وبيتصل على تاك وقال له الصياد اسمه شينج وموجود في سوق السمك والمكان هناك هيبقى مليان بالناس وطلب منه يساعده لاخر مرة وبيبدأ يتحرك بس رئيس بتاعه كان مرأبه من بدري ومستني يتحرك هو كمان علشان يمشي وراه وبعد شوية بيوصل صاي وبيلاقي صاحبه مستنيه بس بيشوف شينج وهو داخل السوق فبينزل من العربية بسرعة وبيجري وراه بأقصى سرعته علشان يقبض عليه وفي نفس الوقت كان رئيس الشرطة وصل هو كمان بس كان فيه واحدة شغالة مع شينج كانت عمالة ترمي أزايز فيها مادة بتعمل انفجار في السوق علشان تعمل فوضى في المكان وما يعرفوش يقبضوا على صاحبها بس عمتا بيكمل صاي و تاك مطردتهم ورا شينج لحد ما بعد شوية بيقدر شينج ان يوصل لتاك وبيسبته بالسلاح على رقابته وصاي كان واقف قريب منهم بس مش هقدر يتحرك علشان صاحبه ما يمتش وشينج بيطلب من تاك ان يتصل على صاي وقال له بكرة الضهرة تجيب تشين بالعربية بتاعتك وتستنى مكلمتي يا ام هقتل صاحبك طبعا صاي كان خايف جدا على صاحبه خاصة بعد ما صاحبه الاولان اتقتل فرا على طول تشين بس رئيس الشرطة وقفه فصاي هاجم عليه بسرعة بس التاني قال له انا كمان عاوز انك ستاك ايه ده وخلينا نعرف نتصرف على طول بعدها بيبدأوا يجهزوا نفسهم بمساعدة القيادات وشينج برضه كان بيجهز نفسه هو كمان وبياخد صاي تشين وبيركبه العربية ورئيس الشرطة واللي معاه كانوا مرأبينهم من بعيد بس قبل ما صاي يتحرك تشينج بيتصل بيه وامره ان ينقل تشين للعربية اللي جنب منه فبينزل صاي وبيركب العربية التانية اللي كان فيها كاميرا وجهاز تسجيل وتشينج قال له العنوان في الشماسة ارمي السماع اللي معاك وتليفونك وقدامك 15 دقيقة توصل لحناك ولو عملت اي حاجة هقتلك صاحبك على طول وبيبدأ يتحرك ورئيس الشرطة بيطلع وراه على طول خاصة انه فقد الاتصال بتليفون صاي اللي لسه رميه بس اول ما بيطلعه عربية كبيرة بتقف قدام عربية رئيس الشرطة والسواق بتاعها بيهرب منها بسرعة فبينزل رئيس الشرطة وبيركب في عربية تانية بس البت اللي شغالة مع شينج كانت زرعة كنابل كتير في السكة فكان كلما العربية بتاعت رئيس الشرطة تمشي من مكان عربية جنبهم بتنفجر لحد ما واحدة انفجرت قريبة منهم طارت ونزلت على العربية بتاعتهم وبعد شوية بيوصل صاي للمكان اللي شينج قايله عليه وهناك بيشوفه راكب عربية ومستنيه بس صاي جرب العربية اللي معاه ودخل في عربيته ونزل رابطه بالكلبشات في ايده وفضل يضرب فيه بكل قوته علشان يقرف منه مكان صاحبه بس شينج كان مستفز جدا وقال له صاحبك موجود في عربية فضي بس انت اللي هتدور عليه فصاي فضل يضرب فيه تاني لحد ما قسر دراعه بس شينج قال له انت اكيدة بتضيع وقتك الكمبيلة هتنفجر خلال خمس دقايق فبيدق صاي بسرعة يدور على صاحبه بس المشكلة ان العربيات اللي في المكان كلها كانت فضي فكان بيدور بكل سرعته علشان يلاقيه قبل ما الكمبيلة تنفجر وبالصدفة شينج بيكتشف ان جهاز الارسال اللي بيدور عليه موجود في سنان تشينج فعلى طول بيظهر شخص مقنع تابع تشينج وبيروح لشينج وبيحاول يفك الكلبشات بتاعته علشان ياخده ويهرب بس بيشوفه صاي وبيروح له بسرعة وبيدع يشتبك معاه وتشين بيستغل الفرصة وبيهرب من العربية وساي كان بيحاول يتفادى ضربات المقنع اللي كان مقرب يقتله ويخلص عليه وكانت المواجهة بينهم قوية جدا بس في الوقت ده بيشوف تشين وهو بيهرب فبيروح له بسرعة وبيرفع عربية بكل قوته وبينزله تحتها علشان ما يهربش منه وبيرجع يكمل قتال مع المجرم ده اللي كان باين عليه انه مقاتل قوي جدا والمواجهة بينهم استمرت لمدة طويلة بس قدر ساي انه يوجه ضربة قوية للمجرم وراح بسرعة لتشين مسك الكلبشات اللي في ايده علشان ما يهربش تاني بس المجرم كان فاق وراح له مرة تانية وساي كان بيقاتله بايد واحدة وبايده التانية كان ماسك تشين بس بعد وقت قليل قدر ساي انه يمسك المجرم من رقابته وفضل يخنقه لحد مخلص عليه بالصدفة بيسمع حد بيخبط في شنطة العربية فراح له بسرعة علشان كان مفكره صاحبه بس اول ما فتح الشنطة طلعت البيت صاحبة شينج وضربته بالسكينة في بطنه في الوقت ده كان شينج فك الكلبشات من ايده ودور العربية وتحرك بسرعة كان هيدخل فيهم هم التلاتة بس ساي زق البيت قدام العربية والتاني دخل في الازاز دبح ومر قابته وساي وقع على الارض وما كانش قادر يتحرك وبعد شوية بيوصل ساي لرئيس الشرطة وسأله لو كانوا وقدروا يحددوا مكان تاك ولا لا قال له اكتشفنا انه موجود في اعالي البحار خارج حدود هونج كونج والمشكلة ان مش معايا تصريح قادر اخرج بره الحدود طبعا ساي تعصب وقال له خليك هنا انا هروح انقذه بس الرئيس صدمه وقال له ما فكرت شوالا مرة ليه العصابة عملت كده ورماله شوية ورق قدامه وعرفوا انه تاك اقترض من العصابة 10 مليون دولار علشان كده استقال وكان عاوز يروح اوروبا فساي قال له خلاص هو قسر القانون يبقى لازم اروح اقبض عليه بس برضو مش هنسيبه معاهم وبالليل كان ساي وصل للمينة وكان بيجهز نفسه علشان يتحرك ويحاول يرجع صاحبه بس الرئيس جاله هو كمان وقال له يا العملية دي كل الاحتمالات ضدنا بس لازم نخاطر وبياخدوا المركب وبيبدأوا يتحركوا في البحر في نفس الوقت كان شينج وصل للسفينة اللي فيها الزعيم بلاكي بس علشان ما كانش هيقدر يوصل له فاخد طفاية وراح لواحد فضل يضرب فيه لحد ما موته وساعتها اول ما الزعيم شافه رجالته طلعوله ومسكوه على طول والزعيم راح قعد قدامه وسأله انت عاوز ايه قال له عاوز اشتغل معاك بس الزعيم قال له انا وشنه كنا زي الاخوات وانت قتلته فشنج قال له بس هو كان عاوز يقتلني الاول ده غير ان انا وكل الصيادين اللي في المين اخواتي وصحابي ما بقيناش لقيين ناكل بسببه بس الزعيم قال له وانت مفكر ان يسيبك تمشي من هنا حي فشنج مسك سلاح من جنبه وحطه على رقابته في ثواني وقال له انا لو موت مش هموت لوحدي كل اللي عاوز الفلوس اخدها وهامشي ومش عاوز اعمل مشاكل مع حد فالزعيم لما لقى السلاح على رقابته قال له اخواتك كلهم انا هتصرف معاهم بطريقة عادلة وهبقى شوف اللي حصل واعرف اذا كانت شن حاول يقتلك فعلا ولا لأ اما بالنسبة للشغل هنشوف قصته بعدين بس قال له انت راجل زكي وما انفعش اسيبك تعيش ولف ايده كان هيدربه بالسلاح اللي معاه فواحد من رجالته طفى النور في السفينة كلها وشنج اختفى من قدام الزعيم في ثواني طبعا بيتعصب جدا وبيؤمرهم يجبوهوله بسرعة بس شنج كان وصل لاخر السفينة ونطف المية وراح لرجالته اللي مستنيينه بس واحد من معاه عرفوا ان مغبأ الدهب بتاع الزعيم موجود تحت السفينة في المية فشنج قال لهم بما انه عاوزنا ميتين يبقى لازم نسرقه ولبسوا كلهم هدوم الغطس ونزلوا كلهم في المية في الوقت ده كان رجالت الزعيم تحت في مغبأ الدهب فشنج ورجالته فضلوا مرقبينهم شوية وبعدها هجموا عليهم خلصوا عليهم كلهم ودخل شنج للمغبأ وتفاجئ بكمية الدهب الكتير جدا اللي ما شافش زيها في حياته وفي نفس الوقت كان ساي ورئيس الشرطة لسه وصلين وتفاجئوا بالغواصين وهم عايمين على وش المية وكانوا كلهم مقتلين فساي اتضايق جدا وعرف ان شنج اللي عمل كده في الناس دي فنطف المية بسرعة هو ورئيس الشرطة واخدوا هدوم الغواصين ونزلوله في الوقت ده كان شنج واللمعاه اخدين الدهب وطلعين بس شنج لاحظ ان ساي نزله فعطى الدهب للمعاه وراح سحب ساي من رجله وفضل ينزل بيه تحت المية وبعدها سحب من بقه خرطوم الاكسوجين وفضل يهجم عليه بقوة كبيرة والتاني بما انه اتاخد على اخوانه فما كانش هادر يعمل مع شنج اي حاجة وفي الوقت اللي كان لافف على رقابته السلسلة وكان هيموته بينزل رئيس الشرطة في الوقت المناسب ودرب شنج بشعلة من معاه بعده عن ساي وراح اعطاله اكسوجين بسرعة علشان ما يموتش بس التاني رجع لهم مرة تانية واخد رئيس الشرطة وحاول يخلص عليه بس ساي قسر انبوبت الاكسوجين علشان يوصله بسرعة وقدر يخنوه من رقابته وابتدى يطلع به من تحت المية علشان يعرف يتصرف معاه فوق بس المشكلة ان رئيس الشرطة وهو طالع ابتدى يفقد الوعي بسبب قلة الاكسوجين بعد شوية كان ساي اخد شنج وطلع به فوق السفينة وفضل يهجم عليه بقوة كبيرة جدا وفي الاخر سأله عن صاحبه تاك بس شنج قال له مش هقولك غير لما تتوسل اما عطيله واحدة فوشه بس التاني قال له حياة صاحبك مش مهمة عندك ولا ايه قال له خلاص ارجوك قولي مكان تاك فين فشنج قاعد يضحك عليه وبرضه مرضاش يقوله فساي اتدايق جدا وقام مسك ورميه هبدو على الارض بس شنج قال له انا دلوقتي لقيت الذهب ومعايا فتك وانا بقينة زي الاخوات وبعدين لو عاوز توبط علي أوبط مفيش مشاكل شوية وهطلع تاني وبرضه هاخد الذهب بس ساي قال له انا مش هسيبك تعيش علشان تتمتع بالذهب وراح مسك سكينة دخلها في بطنه وكان خلاص هيقتله بس في الوقت ده بتوصل صاحب تشينج وبترمي عليهم ازيازة من اللي بتمفجر بعداتهم هما الاتنين عن بعض واخدت تشينج ونطت في البحر مرة تانية اما رئيس الشرطة فكانت مركب معدية من جنب منه وقدرت تنقذه على اخر لحظة بس اول ما طلع لهم قال لهم يبلغوا الشرطة على مكانهم ويقول لهم المركب البيضة وناس كتير ماتت المهم بعد فترة كانت قوات هونج كونج قادرت تقبض على اكبر عصابة في تهريب الدهب والزعيم حاليا كان قدام المحكمة لمحاكمته على جرايمه بس المشكلة بما ان الدهب كان في مياه اقليمية فالسلطات امرت انه يفضل في مكانه تحت حراسة مشددة من الشرطة الدولية وسويا كان قاعد هو كمان قريب من مكان الدهب لان شنجي لسه متقبضش عليه وهو كان متأكد انه اكيد هيرجع له مرة تانية لحد ما بيجي يوم كان فيه عاصفة قوية جدا في البحر وبسبب كده الشرطة اللي بتحرس الدهب اللي في المية خرجت من البحر لانه اكيد محدش هيقدر ييجي في الوقت ده بس صاي كان متأكد ان شنجي هيرجع تاني وفعلا بيلاحظ مركب في المكان اللي فيه الدهب فبيتحرك صاي عليها بسرعة بس بسبب العاصفة المركب بتاعته بتتقلب وهو بيقع في المية بس هو عمتا بيقاوم وبيفضل يقوم لحد ما بيوصل لمركب شنج اللي كانوا في الوقت ده بيطلعوا الدهب من المية وكانوا خلاص فضلوهم نقلة واحدة بس وياخدوا بعضهم ويمشوا وكمان صاي بيلاحظ ان تاك واقف معاهم في المركب وبنعرف ان شنجي اقنعه ان يشتغل معاه بدل ما يموت مقابل انه ياخد نصيبه من الدهب بس بيدخل صاي عليه وبيضربه وقاله انت اشتغلت معاهم تحت التهديد وده اكيد هيخفف العقوبة ومسك الدهب وبدأ يحدفه تاني في المية بس تاك منعه وقاله انا لما كنت شرطي كنت باخد كام يعني كفاية كده لان كل اللي حصل ده بسببك لو انا ما جتش معاك من اول مرة ما كانش ده كله حصل في الوقت ده شنجي بيلاحظ ان صاي بيدرب تاك تحت فبينزل بسرعة وبيطير عليه علشان يقتله بس صاي بيتصدل ضرباته وتاك النادل كاتف صاي وشنجي كان خلاص هيقتله بس بسبب الموج العالي شنجي مش بيقدر يخلص عليه وبيهجموا على بعضهم التلاتة مرة تانية والخناعة بتستمر بينهم مدة طويلة جدا لحد ما في النهاية قدر شنجي وتاك انهم يتمكنوا من صاي وقدروا يسيطروا عليه بس صاي قال لهم الدهب ده مش ينفع تاخدوه ونط على الدهب اللي كان متعلق في الوينش وفضل يغبطه برجليه لحد ما اقعه في المية ساعتها شنجي عطى السكينة لتاك وقال له خلص عليه ونط هو في المية علشان يلحق الدهب اللي صاي حدفه في البحر ساعتها صاي قال لتاك انا مش أنا علشان احربك بس تاك قال له الدهب اهم من اي حاجة وحاول يهجم على صاي مرة تانية علشان يقتله بس صاي ما كانش سهل ابدا والهجوم استمر بينهم مدة طويلة بس في النهاية قدر تاك انه يضرابه بالسكينة في بطنه بس صاي قاوم مرة تانية وهاجم عليه تاني لحد ما جات موجة عالية جدا وتاك جار على الدهب علشان يلحقه بس الموجة رفعت المركب وبسبب كده السنديق خبطت في تاك خلصت عليه في الوقت ده بيطلع شنجي من المية وكان معاه الدهب بس صاي رحله وحاول يقطع الشبكة فشنجي زقه من فوق المركب بس صاي برضو محلهوش وبالسكينة قطع الشبكة اللي كانت مليانة دهب فشنجي من غير تفكير نطب سرعة وراها علشان يلحقه وصاي برضو نزل ورا منه المشكلة ان شنجي ما كانش شايف اي حاجة غير الدهب وكان مستعد يضحي بحياته علشان ياخده وفعلا بعد ما قدر يوصل الدهب وحاول يطلعه بكل قوته نفسه تقطع تحت المية وغرق وهو بيحاول يطلع الدهب وصاي في النهاية قدر يطلع للمركب مرة تانية بعد ما منع شنجي الطماع انه يسرق الدهب اللي هو ما كانش من حقه وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام